بالنسبة لمستقبل القرى في النادي الاهلي وهل المستوى اللي ظهروا عليه في الموسم 23 و22 يؤهله ان هو يكمل بنفس الصورة وهل فيه نقص مثل في لعبة النادي الاهلي في بعض المراكل ده انت احنا هناخد منه الجزء التاني من السؤال لان انت جاوبت على الجزء الاولاني منه بيقولك الصفقات اللي النادي الاهلي بيفكر فيها واللي جاب منها جزء هل دي هتعمل اضافة جديدة للنادي الاهلي وإلا ما كانش الاهلي حيسعى ان هو يجيبها الاهلي يعني نحن لسنا ملائكة نعم ولو كنا ملائكة ما طلبوا منا بطاقات الرقم الخومي يعني محدش يعلم الغيب الا الله وبناء علي يعني الاهلي بيسعى يسعى ان هو يعمل افضل حاجة من اجل اسعاد جماهيره اولا واخيرا لنمرأ واحد فنجحنا نقول الحمد لله ما نجحناش بناخد قرار يعني الراجل سافيو يعني ما حصلش الانسجام ما حصلش السبب ما نلعب وحش لا ما حصلش انسجام بينه وبين اللعيبة اه اه يعني الحكاية دي فاحنا خلاص سبناه الراجل اول ماتش لعبه بعد ما راح بوليفيا جاب جول جميل زي اللي جابه في ماتش الزمالك في الامارات طيب احنا وصلنا